طريقة انشاء قناة على التليجرام ده موضوع حلقتنا النهاردة فتابع معي الفيديو للنهاية السلام عليكم اهلا بكم في قناة ياسمين عشور فيديو نهاردة كده هننشئ قناة على التليجرام بس ياريت قبل ما نبدأ شرح نهاردة وتعملي اللايك للفيديو ده والاول مرة تشوف قناتي تعملي اشتراك في القناة هروح مع بعض كده على التليجرام وبعدين بنضغط على علامة الالم ده هيظهر لك تلات اختيارات مجموعة جديدة محادثة سرية جديدة قناة جديدة فببدأ ان انا نضغط عليها وهنا ببدأ اعمل انشاء قناة وهنا طبعا ببدأ بقى اعمل اسم القناة هنبدأ مسلا نكتب ياسمين عشور وطبعا هنا بقى هتبدأ تكتب الوصف بتاعك يعني مسلا شرحات آآ للتطبيقات بتبدأ بقى تكتب وصفي ليك هنا بقى بقى نضغط على الدائرة دي كده انضيف صورة مع بعض اضغط عليها وبضيف الصورة بتاعتي طبعا لو انت عمل لوجو بقى للقناة تبدي اضيف اللوجو طبعا عنده اللوجو بتاعي وبضغط على علامة الصحي خلاص كده وببدأ ان انا اختار علامة الصحي لي فوق دي كده وهنا بقول لك قناة عامة او قناة خاصة قناة عامة هنا بقولك اي حد قناة العامة دي اي حد يعرف يشوف去 القناة العامة دي عن طريق البحث يعني لو بحث ممكن يجيب القناة دي تمام القناة خاصة دي عبر الرابط الدعوة فقط يعني اللي انت هتبعث له رابط الدعوة بس فانت طبعا دي اختياري منك انت عايزها القناة عادية او قناة خاصة فدي اختياري منك انت هنا الرابط ممكن بقى نكتب ياسمين عشور بالانجليزي ايه ونكتب بقى اي ارقام كده طبعا طول ما بقولك الرابط غير صالح فلازم نغير فيه نكتب بقى ايه آآ نعمل كده هنحاول لحد ما يقدر معانا طبعا لازم يبقى بالاخدر وهرجع لك تاني طبعا كده خلاص انا عملت الرابط هنا آآ ياسمين متاح ياسمين تسوائمية وعشرين متاح كده تمام وببدأ ان انا اضغط على علامة الصحي دي هنا بقولك اضافة مشتركين طبعا انت بتضغط وتختار اضافة مشتركين عايز اضيف اي حد بقى بتضغط عليه وبتضيفه عندك على التليجرام على القناة فطبعا انا هختار اي شخص كده اضيفه عندي تمام كده وبضغط على علامة السهم اللي تحت دي اللي بلون الازرق كده تمام تمي انشاء القناة وزي ما انتم شايفين آآ هنا بقى المنشورات بنبدأ نكتب اي منشور كده زي ما انتم شايفين اهو كده المنشور خلاص عايزين نضيف صورة او نضيف روابط وهنا التلات نقط دول آآ طبعا هنا كاتم بحس مسح استجل عايزين نغير اي حاجة في القناة بنضغط على الصورة من فوق كده بنضغط علي كده بتعدل اي حاجة بتبدأ تعدل اللي انت عاوزه وبس كده اي سؤال او استفسار اكتب لي في التعليقات انا برد على كل التعليقات وبكده نكون خلصنا فيديو النهاردة يارب فيديو النهاردة يكون عجبكم يارب تعملي لايك للفيديو واشتراك في القناة كان معكم ياسمين عشور والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته